في ظل متابعة هيئة الأوراق المالية لتطورات الجارية في بورصة عمان ودراسة وضع حسابات التمويل على الهامش لدى شركات الوساطة قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية رفع الحد الأدنى لنسبة هامش الصيانة لحسابات التمويل على الهامش ليصبح 20% بدلا من 15% وذلك للسوقين الأول والثاني وتخفيض فترة تغطية النقص في هامش الصيانة من قبل العميل لتصبح يومي عمل بدلا من ثلاثة أيام إلى ذلك أعلن عن إعادة انتخاب بورصة عمان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي الآسوي للبورصات تقديرا لما شهده سوق رأس المال الوطني مؤخرا من تطوير وتحديث الأطر والبناء التشريعية والفنية ضمن خطة استراتيجية تسعى إلى الارتقاء بالسوق وتحسين المناخ الاستثماري